الحياة تعلن لنا كل يوم أنه لا يوجد ضمان إلا رب العباد وإذا ذهب كورونا ولم يحرك ضمائرنا فتأكدوا أننا نحن الوباء على هذه الأرض لأن الفيروس لم يأتي ليقتل فقط بل جاء ليقذنا من غفلتنا ربنا يرحم أموات للفيروس اللهم أمين ويشفي جميع المصابين حلقة جديدة من برنامجكم نعم أستطيع حلقة 144 نهاية السيزن الـ 12 حلقة النهاردة عن البشرة والشعر معنا ضيفتنا خبيرة الشعر والبشرة بروفشنال في العناية والبشرة الأستاذة بيسي مكاو أهلا وسهلا معظم عايزين في الأول نرحب بحضرتك ونسألك بس نتكلم عن البشرة وعن مشكلة شائعة يعني شائعة عند كل الناس حتى عند البنات والولاد هي مشكلة للإشرة الإشرة في الشعر الإشرة في الشعر يعني عايزين علاج كده للإشرة والتأصيف مع بعض ووصفات كل متجربة يعني وصفات سهلة ومتجربة تمام أولا أنا برحب بحضرتك الإشرة عاماتها بتيجي من عوامل كتير جدا فالمفروض إن اللي عنده إشرة ما ينفعش يصرح لرب مشت خشب تأولا يعني العوامل الصحية لازم يكون مشت خشب فيه ماسك للشعر بيتعامل مرة في الأسبوع وبيجيب نتيجة من أول مرة يعني إحنا عندنا اللي عنده إشرة ما ينفعش يستخدم مشت إلا خشب فرشة لا لا فرشة خشب برضو لكن أي نوع تاني هيسبب له إشرة كتير لأن الفروة بتكون حساسة جدا وممكن تتعور من الإجهاد وكمان ما ينفعش الشعر بنسبة للبنات ما ينفعش تسرح شعرها وهي شعرها مبلول الشعر هو مبلول بيبقى ضعيف جدا بتبقى الشعرية في أضعف حالتها فما ينفعش خالص خالص إنها تسرح شعرها هو مبلول بتستنى عليه لما ينشف شوية وبعدين تبدأ تسرحه ويتسرح من تحت لفوق لكن من فوق لتحت يعني دي هتجي يتشعرها جدا وهيتقصف منها وساعتها بقى مش عارفين مشكلة التقصيف منين بالنسبة بقى للمسك بتاع الإشرة المفروض إن المسك الإشرة ده بيتعامل مرة في الأسبوع هو ريحته مش قد كده بس هو كويس جدا جدا بيجيب نتيجة من أول مرة هو هتجيب هو كمان يعني بالتكاليف صغيرة جدا وفواية حلوة جدا طب عزيم معلش هنقول للسيدة المشاهدين مكوناته يعني الناس تقدر تعمله في البيت أو تقدر تعالج الإشرة في البيت وبرضه معلش هستزن حضرتك في أسبابها إيه اللي بيسبب إننا يبقى عندي إشرة الإشرة بتبقى على حسب البشرة ممكن تبقى وراوسة ممكن المشت مثلا بيستخدمه وكذا حد بيستخدمه معاه فهو بيتعدي الإشرة عمتها معدية المفروض إن الحاجات اللي بتبقى بخصوص البشرة دي بتبقى يعني المفروض إنه هو تبقى حاجة خاصة بيه لوحده من أول الفوطة لحد المشت لحد الشامبو كل الحاجات دي بتبقى خاصة بيه لوحده إذا كان بشرة أو شعر ما فاش حد يستخدمها معايا فممكن الإشرة تيجي من كده ممكن الإشرة تيجي من الصيف والحر والحساسية فممكن تعمل إشرة طيب أنا عندي إشرة وعايز أعليجها بحل بسيط يعني حاجة يكون في قدرة كل الناس مش يعني مش حاجة أن أنا أشتريها حل بسيط هو المسكي ما قلت لك عليه ده والمسكي ده يعني مكوناته بتبقى موجودة في أي مطبخ وحكته بشغالية خالص ده طيب مكوناته عبارة عن إيه فندي مكوناته بتبقى عبارة عن جرجير بيتعصر في الخلاط وبيتحط معاه زيت زيتون وبيتحط معاه سبار أخضر بس والخلطة يبقى جرجير وزيت زيتون وزيت وصبار أخضر في الخلاط في الخلاط بيتدربوا مع بعض بعد كده هي بتاخد الخلطة دي قبل ما تنفذ الخلطة على شعرها المفروض أنها بتدفي شعرها كويس بفوتة سخنة لو ما عندهاش بوني حريري بتحط فوتة سخنة علشان تفتح المسام علشان تقدر تحط المسك جوه المسام نفسها علشان يستقبل المسك لأن لو هي حطته من غير ما ترتب فروة راسها كده هي ضيعت الخلطة كلها طيب عندنا مشكلة شائعة عن فكرة نمو الشعر شباب وبعض الناس عدم نموه في فترة من الفترات والكسافة بتاعته بتقل فعايزين مثلا إيه اللي نقدر نحن ندوم عليه إن شعرنا دايما يكون ما يتقصفش إن نموه يفضل زي ما هو هل ده ليه عوامل ورصية أم ليه يعني علاقة بالتغذية وكده يعني الغذاء نفسه فيه حاجات غذاء بتضبط الشعر وعايزين نشرح بس تشينه سادة المشاهدين أنا إزاي شعري بيقصف ونموه قلب فأنا عايز علاج أنا هتكلم على البنات لوحدهم والولاد لوحدهم بالنسبة للبنات الشعر بيقصف عند البنات لإن البنت شعرها لما بيكون طويل ومقصف من تحت سي مثلا ده طرف الشعر فهي بتيجي مثلا عندها الجزء ده مقصف فطبيعي إن هي لازم تقص التقصيفة دي لإن لو سابتها التقصيفة بتطلع لفوق بتاكل في الشعر كله فبتلاقي شعرها فجأة بقى مقصف كله فمفروض البناتة لو عندها شوية شعر مقصفين لازم تقصهم ضروري ما تقولش شعري طويل وأنا هرتبه التقصيفة خلاص بقى ده اللي تقصف يلازم يتقص ولما بيتقص بيطول أسرع بالنسبة للولاد بقى بيبقى ممكن يكون وراسة بالنسبة لعدم نمو الشعر لعدم نمو الشعر ده بيبقى عامل أساسي في الوراثة ممكن حاجة تانية ممكن نفسية ممكن أنيميا ممكن نقص حديد فاللي ما عندوش يعني اللي هو مش مش مرض وراسي المفروض ان هو يروح يعمل تحليل يشوف نسبة الحديد في جسمه قد إيه ونسبة الأنيميا قد إيه ويضبط المعدل الغذائي بتاعه لو ضبط المعدل الغذائي بتاعه شعره هيتضبط لو بالنسبة للمسكوت بقى ممكن يعمل حاجة بسيطة جدا بس هي رحتها بشعة شوية هو فاستطوم زي ما مثلا بيجيب صابونة وبيحكها في رأسه لأ فاستطوم ده هيحكه في جدور رأسه كلها لو عمل الموضوع فاستطوم واحد يا فندم مثلا ولا بيجيبه بيقطعه ولا بيتقطع ولا حاجة هو بيتأشر بيتأشر وبيتشال منه الراس وبياخد الفاست يحكه في شعره كله 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 وفي الحتة اللي هي بيبقاش فيها شعر بس الشعر بينبت ساعتها طيب عندنا كلمت حضرتك على التأصيف ايه الوصفات الطبيعية للتأصيف للولاد والبنات حاجة برضو موجودة في البيت وانا عندي تأصيف وعايز لها حل التأصيف عماتا اولا المفروض ان احنا نشرب مياه كويس جدا عشان التأصيف ده ثانيا هنعمل فيه فيه اسمه ماسك الزبدة الزبدة اللي بتبقى في المطبخ هنجيب زبدة من المطبخ وهنجيب معاها زيت لافندر عشان نكسر الريحة بس بعديها بقى الزبدة بتعمل ترتيب عالي جدا ممكن اصلا من اول مرة يرتب معاه جدا وخلاص يعني الموضوع ينتهي التأصيفة تنتهي حرفيا بس ده بطبعا عند الولاد البنات زي ما انا قلت لازم تقص التأصيفة علشان التأصيفة دي بتاكل في الشعر كله الولاد بيبقى معهم عزروهم عشان هم اصلا كده كده شعرهم قصير فهو بيرتب فبيرتب معا كويس لان النسبة قليلة طيب عايزين نعرف برنامج غزائي سليم للحفاظ على شعري يعني انت تنصحي الناس اللي بيشاهدونا دلوقتي في ايه ان انا حفظ على شعري ايه اكل ايه وايه اكتر حاجة بتحفظ على الشعر وايه مثلا الحاجات الغزائية اللي بتخلي الشعر ينمو افضل وبتحفظ عليه على اداءه وان هو مايقصفش وكبه تمام هو عمتا الشعر في جسم الانسان بيبقى صاحب الاميجا سري يعني لازم يأكل سمك كتير جدا لازم لو مثلا ما بيأكلش سمك هيقدر ياخد الاميجا سري ده مرتين في الاسبوع حباية مرتين في الاسبوع مكان السمك اللي ما بيأكلوش بيأخد مكمل غزائي كويس بعد الاميجا سري لازم الحديد يبقى كويس في نسبة الجسم يعني لازم الحديد ضروري ضروري يبقى كويس الانمية برضو يشوف نسبتها ايه عنده بعد كده بقى هيبدأ يأكل ويتعامل طبيعي يأكل خضروات كتير وفكهة يعني يبعد عن الفاست فود والحاجات دي لانها مش صحية خالص للشعر ولا اي حاجة تانية فهو لازم يهتم بالفكهة والخضروات والمية لازم يهتم بيها جدا والبروتين طبعا لازم بروتين كل يوم عشان الشعر يطور أستاذك أستاذة عايزين وصفة عايزين نعمل شامبو في البيت ايه مكوناته وطريقة تحضيره ازاي عاوزين نشرح لأستاذ المشاهدين أنا النهاردة عايز أحضر شامبو في البيت فأنا عايز المكونات وايه سبق واتكلمت عن الشامبو ده قبل كده الشامبو عمتا اللي بيبقى في البيت ده بيبقاش مضر خالص بعكس ده بيغزي الشعر جدا وبيعمل نتيجة سريعة جدا لتطويل الشعر البنات اللي مستعجلة وعايزة شعرها يطول بسرعة بتجيب سابون اسمه سابوني نابولسي وبتجيب معاه بزوريكتان وجلسرين وجيلاتين الجيلاتين ده موجود بس علشان خاطر يدينا صمك الشامبو زي ما بيجي الشامبو بيجي في الأزاز بيجي صمكو ناعم ما بيبقاش مية هي لو جابت السابونة لوحدها والبزوريكتان مش هيندمجوا مع بعض فلازم الجيلاتين علشان خاطر يمسك الشامبو نفسه مع بعض فهي هتعمل ايه؟ هتبشر ال... هقولك على الوصفة لأن الموضوع مش سهل هي هتبشر السابونة ايه برضو عندنا عندنا طبعا حضرتك صور مجربة عن الشامبو قبل الاستخدام وبعد استخدامه موجودة معنا هنعرضها برضو معاكم ان شاء الله تمام هي هتجيب السابونة بتاعتها هتبشرها تبشرها كويس بشرة جامدة كده وبعدين هتجيب ست كباية مية مغلية وهتجيب معلقة كبيرة بزر كتان هتغلي طبعا البزر كتان وهينزل منه الكولاجن احنا محتاجين الكولاجن اللي بينزل من بزر كتان عشان يغزي الشعر وهتجيب معاهم كابسولة فيتامين اي ومعلقة عسل نحل وهتحط المية المغلية على السابون عشان يسيح هيبقى عبارة عن لوشن بعد ما يبقى لوشن هتحط بزر كتان معاها هتصفيه كويس وتحط الكولاجن اللي نزل من بزر كتان على السابون وبعدها هتحط جليسرين عشان يدي ريحة حلوة ويدي ملمس كويس وبعد كده هتحط معلقة جيلاتين علشان يمسك معها يعني هم يبقوا مسكين في بعض كويس وكمان هو بيبقى عبارة عن مادة حفظة طبيعية للشامبو عشان يقعد معها أطول وقت ممكن بس بتبدأ تستخدمه مرتين في الأسبوع وصحيا أنها تخسج عرها مرة واحدة بس لو هي مرة واحدة في الأسبوع بالشامبو بالشامبو إنما في العادي مية بس الشامبو المفروض إن هي لو عايزة شعرها يتول بسرة وعايزة نتيجة أسرع بتستعمله مرتين في الأسبوع بس ده في الأول بعد كده بتقلل مدة قد إيه يعني مثلا ممكن شهر عملنا الشامبو وحضرناه وجهزين هنستخدمه قد إيه مرتين في الأسبوع علشان الناس تبقى تمام تمام لمدة شهر مرتين في الأسبوع يعني تمام مرات يبقى نستخدم الشامبو مرتين في الأسبوع لمدة شهر بعد الشهر ما يخلص نقلل الفترة يعني نقلل مثلا إحنا بنخسره مرتين نخسره مرة واحدة نبدأ نستخدمه مرة تمام طيب فيه رسائل كتير جات لنا على صفحة البرنامج يعني الناس كلها كانت عارفة إن عندنا حلق النهاردة عن الشعر والبشرة فالناس كلها كانت بسأل عايزة عطر إيه شعر يبقى معطر ليه ريحة كويسة تمام لإن الوصفات برضو فيه بعض الوصفات بتخلي ريحة الشعر أكيد آه فإيه لو عندنا حاجة يعني إيه نستخدم إيه لتعطير الشعر تعطير الشعر أحسن حاجة طبيعية ممكن تعطر الشعر اللفندر زيت اللفندر زيت اللفندر ده زيت طحفة يعني هو أصلا ريحته من قبل ما الإزازة بتتفتح بتكون باينة استخدمه قد إيه وممكن يعني أنا بشتري إزازة اللفندر آه إزازة اللفندر هي بتبقى مخمرية طبيعية للشعر تمام هو سي مثلا إحنا عملنا خلطة زي مثلا خلطة الجرجير دي فبتبقى ريحتها مش مش زريفة آه مش لصيفة خلص على الشعر فأنا عايزة أعطر الشعر فأنا عايزة أكثر بعد طبعا أنا بعمل حاجة اسمها فك فك المسك ده إزاي بنجيب بلسم بحط الشامبو على شعري بعد الخلطة بفك الخلطة بالبلسم بحط بلسم لمدة ربع ساعة وبعد كده بخسل شعري وببدأ أعطر شعري باللفندر كده بيكسر أي ريحة طيب برضو هاستأذن حضرتك يا أستاذة عايزة أسألك عن طبعا إحنا الجيل بتاعنا كله بيصهر بيحب الصهر مش بينام بدري طبعا في ناس كذير بتشتاكل من الهالات السودة اللي بتكون تحت العين ده بيكون ناتج عن الصهر وبعض الحقيات التانية فهاستأذنك في إيه أسبابها طبعا من ضمن أسبابها الصهر كلنا عارفين طبعا الصهر والإرهاق وده بيسبب أن إحنا يبقى عندنا هالات السودة تحت عينة طيب إيه علاجها للهالات السودة علاج الهالات السودة أولا أن الهالات السودة بتجي من إيه بتجي من الصهر بتجي من النفسية ممكن تجي كمان وراسة لما بتجي وراسة ما بيبقاش لها حل الوراثة يعني خلاص ملعاش حل دي وراسه إنما لو حاجة مثلاً صهر نفسية، مذاكرة، إرهوك نفسي، دي بيبقى لها حل أولاً هي بتعمل كمادات شاي سقعة يومياً، مرة في اليوم، مرتين في اليوم، مرة الصبحة ومرة بالليل يعني مرة أول ما تصحى ومرة قبل ما تنين كمادات شاي سقعة؟ كمادات شاي سقعة، شاي من اللي هو العادي، الشاي بتاعنا اللي احنا بنشرب المصري يعني معلاش هنشرح برضو، هستزينك هنبسط، أنا بجيب الشاي، باغلي الماء على النار وبحضر شي عادي بس طبعاً من غير سكر، وبعد كده بحطه بسيبه يبرد وبحطه في التلاجة يسقع، يسقع كويس وبعد كده ببدأ بقى أن أنا إيه أستعمل كمادات شاي كمادات شاي سقعة بتخلي الهات السودة دي كلها بتروح من طبعاً طبعاً، أو معها زيت جنين أمحة قبل ما تنين طيب، معنا مدخلة هاتفية من المنتج الفني للبرنامج المهندس وليد شعلان حابي بيسأل حضرك عن حاجة صبع الخير يا سيزواليد صبع الخير يا سيزواليد رمضان كريم عليك الله أكرم يا باشا عليك وكل عام وانت بخير إن شاء الله بدايتك النهاردة على الصح والجمال يا أحمد حلقة جداً جميلة ورائعة حلقة لكم اتنين لك، حلقة مباشرة جداً ده إعلام جديد ده أحمد وقاضي إن شاء الله ومنور يا باشا نور ربنا خليك يا باشا، كنت حضرك عايز تسأل أستاذة أي حاجة في خصوص البشرة والشاع أنا دخل عشانها على فكرة، دخل عشان أسترحها، أنا شاهدها إن شاء الله عليها لها حضور جيد قوي شخصية جميلة وأتمنى أن نضم الفريع عمل برنامج قريباً إن شاء الله أشكرك ربنا خليك باشا، بل أسمى مكاوي، ابتك الإسم ده إن شاء الله ومزيدة برنامج نعم قصتها إن شاء الله قريباً أشكرك، أشكرك إن شاعر قصير، طبعاً النمو بيبقى ضعيف، فإيه ممكن يساهم إن شاعر يكون أطول دايماً؟ هي بيبقى عندها نقص زنج في الجسم نقص زنج؟ زنج، فالمفروض إن هي بتاخد مكمل غذائي زنج، بس طبعاً ده ما بتاخدوش، ألا لما لازم دكتور هو اللي يكتبه لها ما ينفعش أخد مكمل غذائي من الصيدلية، ألا لما روح لدكتور وحلل واشوف نسبة الحديد عندي تاني برضو، نسبة الأنمية وأعرف المشكلة عندي فين، عشان أبدأ أعليجها كويس وأخد مكمل غذائي صح ما ينفعش إن أنا أعمل حاجة من دماغي، أنا معرفش أنا جسمي نقصه إيه؟ أنا شايف أن شعري ما بيتوالش، طب شعري ما بيتوالش ليه؟ طب ممكن أكون ما بكلش كويس، أو ممكن أكون مثلاً محتاجة أعمل تحاليل، مفروض إن التحاليل دي يستعمل كل ثلاث شهور عشان تطمن على نفسها، مش عشان شعرها بس، كمان؟ يعني تشك على كل حاجة؟ أه تشك على كل حاجة وطبعاً أنا النهاردة بتشتك بالنمو الشعر، ما ينفعش إن أنا أستخدم الزنج إلا باستشارة الطبيب هي عايزة شعرها يطول من غير بقى علاج، من غير ما تروح لدكاترة، من غير مكمل غذائي، من غير كل ده، مش عايزة هي، مش عايزة هتعمل إيه؟ هتجيب الرز بتاعنا اللي إحنا بنكله وبنطبخه، هتجيب مثلاً كوبايتين رز، وهتحط عليهم أربع كوبايات مية، وهتصبهم يخمروا لمدة أربعة سهين، لحد ما الرز يخمر مع المية، بعد كده هتصفي وتاخد المية دي وتحطها في بخيخة وتبدأ تفرق شعرها من النص، وتبدأ تحط المية جوه الجدور، جوه الجدور من هنا، يعني ما تحطش المية على الشعر من برا، لأ المفروض تفرق وتحط جوه الجدور، والباقي تحط على آخر الشعر، من الجدور عندي لازم تشرب من مية الرز، لو مشيت على التجربة دي لمدة أسبوعين شعرها هيتول بطريقة هي مش هتتخيلها الوصفة لتطويل الشعر بعيدة عن أي حاجة كما هي، بعيدة عن الزنك، وبعيدة عن العلاجات، وبعيدة عن التحليم، نجيب كوباتين رز، وأربع كوبايات مية، ونخمرها المدة أربعة سين، وبعد كده بيتم استخدام المية بتاعته، باخد المية بحطها في بخيخة، وبعد كده برشها على الجدور، مش على الشعر، على جدور الشعر، لحد ما حس شعري كله خد منها، هي طبعا بيبقى ريحتها مش قد كده برضو هنرجع نقول هنعمل عملية فك بالبلسم، وبعد أي بلسم هي بتحبه، هتستعمله، وبعد دي هتحط اللفندر على شعرها هيكثر الريحة ومش هيبقى في ريحة كلسة. طيب، هنتكلم شوي عن البشرة، طبعا أول حاجة لما نتكلم عن البشرة بنتكلم عن حب الشباب، طبعا كل الناس كتير مننا من الشباب، دايما بيبقى عنده حب فوشه وكده، فحبين نعرف أسبابه وطرق علاجه البسيطة وسهلة يعني للناس؟ حب الشباب عمتا في ناس بتفضل لحد سن سبعة وعشرين وتمانية وعشرين عندها حبوب فوشه، دا ما بيبقاش حب شباب دا بيبقى برضو أرجع وأقول دي نفسية وبرضو ما بيتغزاش كويس، بالنسبة للبنات، المسك الوحيد الفوري وفعال ممكن من بعديها بيوم الزاب تتلاقي نتيجة كويسة ويقتل الحبوب عندها، ويقتل كمان أثار الحبوب، مسك الخميرة، بتحط المسك بتجيب خميرة فورية بتاعتنا دي، وبتجيب معها معلقة صغيرة لبن دافية بتعجب بها الخميرة، وتسيبها تخمر شوية، وبعدين تبدأ تدهنها على وشها الحد ما تعمل زي سكراب ناشف كدا على البشرة، وأول ما ينشف تبدأ تدلكه، بيبدأ يقتل الخلايا اللي عندها كلها الميتة، وينزل كل الجلد الميت اللي فوشها، وبيبدأ بقى يفتح البشرة، بيبدأ يفتح البشرة، وبيضيع البقعة، بيضيع أي حاجة، عندها مثلا بقعة مكان حبية، بتضيع، بتنتهي، تمام، وصلنا نهاية حلقتنا نورتنا النهاردة، نتمنى نكون أفادنا سادة المشاهدين، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم نعم أستطيع إن شاء الله، غدا الساعة العشرة صباحا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا شكرا